التقى يوم أمس أمين الدولة في التعليم العالي الدكتور حسين مسار حسين ببعض الطلاب الشاديين الذين يدرسون الطب في كوبا حيث استمع من الدولة إلى الصعوبات والمشاكل التي يعاني منها هؤلاء الطلاب مؤكدا لهم بأن الحكومة سوف تعمل على حلحلة تلك الإشكاليات المزيد من التفاصيل لدى محمد عثمان بشير إن هذا اللقاء الذي جمع بين أمين الدولة في التعليم العالي وممثلين من الطلاب الشاديين الذين يدرسون الطب في الجامعات الكوبية الغرض منه هو الاستماع إليهم من أجل تعرف مختلف مشكلاتهم عن قرب تمهيدا لإيجاد حلول ناجعة لها بكافة ما يمكن أمين الدولة في التعليم العالي وخلال هذا اللقاء استمع إلى العديد من المشكلات التي يعاني منها هؤلاء الطلاب الآن من 2015 حتى الآن الحكومة ما دفعت المال هنا سنتين والكوبين يعني شوية كده يعني ما في جهد مالي من حكومة هقنا يعني ممكن نرجع وكل شيء ونهنا 300 طلاب حاليا يعني يكونوا أطباء في المستقبل دائرين إنه يعني 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 الحكومة تساعدنا عشان نهلوا المشكلة وأكد أمين الدولة في التعليم العالي خلال هذا اللقاء بأن الحكومة ساعية لإيجاد حلول جذرية وعاجلة لجميع تلك المشكلات الكوبا تدرسون الطب والحكومة الشادية حقيقة بقيادة صاحب الفقامة رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس دي بيت نو يعني عندهم اهتمام صراحة بالطلاب بالذات موضوع الطب وتعلمون أن الظروف المالية التي تمر بها البلاد في هذه اللحظة يعني هي صروف صعبة ولكن مع ذلك يعني صراحة قيادة البلد يعني قررت أنه الطلاب في الخارج لازم يعني تستمر الملحة وبالتالي أنا بالذات يعني خصيصا موضوع الطلبة في كوبا لازم يعني إحنا الحكومة الآن قد تبزي الجهود يذكر بأن عدد الطلاب الذين يدرسون الطب في جمهورية كوبا يبلغ حوالي 350 طالب وطالبة